اشتركوا في القناة هذه الأكثر الدول التي يتحدث عن الاقتصاد هي القائمة الأكثر ركود اقتصادي وإذا بالعراق ثاني بلد على مستوى العالم في قائمة الركود الاقتصادي عالميا يعني ثاني أعلى بلد في الركود الاقتصادي عالميا على مستوى العالم يعني ربما قبل ليبيا وليس الدولة الآن بعد الأرجنتين الكونغو تشاد سوريا فنزاويلة سودان أوكرانيا مولدافيا العراق ثاني بلد والركود الذي لا يعرف وأهل العراق يعرفونه كل ذلك هو أبوط حاد في النشاط الاقتصادي لمدة متراكمة طويلة ونحن نعاني من وفهوم الركود التضخمي في العراق وهذا أسوأ الظواهر الحقيقة الاقتصادية التي يمكن أن يتميز بها أي اقتصاد والاقتصاد العراقي يتميز بها الحقيقة يقصد بها وجود حالة من بطئ معدلات النمو الاقتصادي يصاحبها ارتفاع في معدلات التضخم بشكل كبير زيادة في الأسعار تعميق الأزمة خطورة الوضع وهي مرحلة قد تدفع إلى الكساد أو هي مرحلة تنكيماش تدفع إلى الكساد إلى النيار الاقتصادي التام هذا الوضع هو الذي يمر به العراق انخفاظ في القدرة الانتاجية لا يوجد في العراق انتاج لا صناعي ولا زراعي يعتمدون على النفوض ريعي مجرد يأتي النفوض أكثر من 96-95% على النفوض وهو ما يقولون هكذا وهو 100% الحقيقة كل من النفوض يأتي والباقي ويدخل عجرة للفساد وتذهب الأموال إلى غير رجعة لا يوجد إعمار لا يوجد بناء لا يوجد تنمية لا يوجد خطط تنمية زيادة معدلات التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه ارتفاع أسعار المواد الخام ارتفاع الأسعار ارتفاع معدلات البطالة هذا كله يعاني من تدهور الحالة المعيشية تآكل الدخول مواطنين بالذات هم يتحدثون الدولة تقول أنه سبع ملايين واحد يعتاشون على الرواتف موظفين عند الدولة خفضت قيمة بعد أن انخفضوا قيمة الدينار العراقي بشكل كبير لكي يزيدوا من خزينتهم فبالتالي ديون العراقية تكبر داخليا وخارجيا هذا كله ساهم بالركود هذا الركود التضخمي الذي يعاني منه العراق وهذه مرحلة تسبق لانهيار التام سياسة اقتصادية غير واضحة غير موجودة أساسا في العراق لا وجد السياسة اقتصادية وخلي يجيب يعني يجيبنا أي واحد من المختصين الذي يعترض على هذا اللي يقول لنا ما شكل السياسة في العراق هل هي اجتراكية هل هي رأس مالية هل هي اقتصاد سوق هل هي ماذا لا أحد يعرف سياسة فوضى لا أحد يعرف ماذا يريد والعراق من سيء إلى أسوأ الفقر يزداد البطالة يزداد كل يوم يزداد طوابير العاطلين يزداد الفقر مساحة الفقر تتوسع وتتعمق مساحة العشوائية تتوسع وتتعمق القدرة الإنتاجية لا وجود القدرة الإنتاجية بطالة عالية جدا لا تستطيع توظيفهم يعني أين توظفهم أنت عندك سبع ملايين والسبع ملايين هذا التضخم كبير في بلد هم يقولون عدد نفوسها أربعين مليون سبع ملايين موظف بين مدني وعسكرية كارثة كبيرة طيب إذا ما أخرجتهم من هذه الدوار رأينا تذهب بهم لا وجود المصانع المصانع كلها دمرتها الزراعة دمرتها لا وجود الإنتاج الاقتصادي تجاري لا وجود لشيء فبالتالي أنت أمام ظاهرة خطيرة جدا من أسوأ الظواهر الاقتصادية التي تميز اقتصاد أي بلد ومنها العراق تميزة ظاهرة الركود البضائع موجودة لكن الناس لا تشتري لا تستطيع أن تشتري قدرتها الشرائية ضعيفة وقلت قدرتها الشرائية متطلبات الحياة كثيرة السكن ارتفع المعاصلات ارتفعت وسائل النقل ارتفعات البنزين ارتفع النفط ارتفع كل هذه الأسعار الغذاء ارتفعت أسعار الغذاء كل شيء ارتفع أسعار الملابس أسعار الدواء أسعار الشفاء التطبق كل شيء ارتفع وكل شيء ارتفع سعره إلا المواطن ينخفض سعره مع الأسف الشديد وهو أعلى قيمة بالدنيا هذا المواطن العراقي الرائع جعله بضاعة كاسدة الحقيقة يعاني الأمرين بسبب هذه السياسات ويتحدثون عن ورقة بيضاء ولولا البرقة أي بيضاء هذه هذا الدمار اللي موجود بالعراق وهذا الذي صنعه هذا المشروع الاحتلالي من عام 2003 لحد الآن هذا هو الدمار الذي فساد وخراب وصرفيات لا أحد يعرف ونهب ومشاريع وهمية ولا أحد يستطيع أن يقول أين ذهبت هذه الأموال ويصالح من لا كهرباء ولا مياه لحد الآن بعد مضي 18-18 سنة كهرباء غير قادرين نوفروا الكهرباء واستوردوها الكهرباء من إيران وإذا ما زعلت إيران تقطع الكهرباء وكهرباء غير موجودة وجبنهم محطات غازية وإحنا ما عدنا غاز فنستورد الغاز من إيران وهكذا لعبة كبيرة صار فين عليها أكثر من 100 مليار دولار والمياه غير نظيفة 80% من العراقين يتعاطون مع مياه غير نظيفة هذا واقع الحال مياه المجاري البناء التحتية كلها دمرت فكل هذه أثرت على الركود ارتفاع الأسعار تآكل الدخول بداية هروب الاستثمارات المستثمر لا يمكن أن يأتي إلى بلد يعني لا يعرف كيف يمكن يعني ما هي العوائد التي تأتي من عنده وما هي معدلات أرباحها لأنه لا يعرف بلد غير مستقل سياسيا غير مستقل اقتصاديا غير مستقل وبالتالي هذا واقع العراق الاقتصادي هذه واحدة من الظواهر التي تدفع بالعراق إلى الانهيار وقت هذه الحلقة قد انتهت أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا